ابتداء من اليوم ولغاية الأحد تستمر انتخابات البرلمان الأوروبية لمتوقع تقرب أوروبا أكتر من سياسات اليمين المتطرف تبعدها عن كل أولويات حقوق الإنسان والبيئة وحمية اللاجئين بيتم انتخاب النواب من الشعب مباشرة بكل دولة تتوزع المقاعد بحسب عدد سكان كل دولة بس بعد دخولهم البرلمان بينقصبوا النواب على سبع كتل أساسية عبرها للحدود بحسب التوجهات الأيديولوجية من عدد المستقلين بتمثل هالكتل حاليا اليسار الوسط، اليمين الوسط، الخضر، أقصى اليسار، الليبراليين إضافة لكتلتين بتمثل أقصى اليمين المتطرف تتشابه هالكتلتين بالغالبية الساحقة من السياسات بس بيختلفوا بموضوع دعم أوكرانيا وحدة العداء لروسيا معظم الإحصاءات بتتوقع زيادة حصة اليمين المتطرف داخل البرلمان لأكتر من ربع المقاعد مقارنة بـ 17% حاليا الوصول لها النسبة حيسمح للكتلتين يكونوا المجموعة الأكبر حيجبروا اليمين الوسط يقرب أكتر من أولوياتهم بأكتر من ملف تتبنى أحزاب أقصى اليمين مقاربات متشددة بموضوع اللاجئين بتطالب ترحيلهم لبلدانهم فوراً ومن دون فرزهم أو التحقق من الوضع الأمن بالبلدان اللي إجوا منا تتبنى خطاب معادة لخطط التحول بسياسات الطاقة نحو مصادر صديقة للبيئة يعني خطط الاتحاد بهالمجال حتتعرض لانتكاسات كبيرة الجزء الأكبر من هالأحزاب داعمة لإسرائيل أو بتدعمها انطلاقاً من مشاعر الخوف من الإسلام والعرب وهالشي حيهدد توجه الاتحاد الأوروبي بمجال المساعدات الإنسانية بعد ما كان أكبر جهة دولية بتقدم هالنوع من المساعدات للفلسطينيين أخيراً ما بتعطي هالأحزاب أهمية ولو حتى شكلية لأولويات حقوق الإنسان بالدول النامية